شعب البحرين يرفض صفقة الخيانة ويرفض أن يتم تدنيس أرض البحرين بأقدام صهيونية نجسة القوى السياسية البحرينية حتى القريبة منها من خط النظام رفضت في وثيقة تاريخية هذا المؤتمر مؤتمر العار الذي يعقد في البحرين يراد أن تهدر الكرامة والعزة والهوية العربية والإسلامية يراد للأمة أن تكون ذليلة خاضعة خانعة خادمة إلى أطماع الكيان الصهيوني استطاعوا أن يزرعوا أمثال محمد بن زايد محمد بن سلمان وهؤلاء حمد بن عيسى ويريدوا أن يحققوا هذا الأمر في حياتنا هل يستطيعوا نحن مسؤولون أمام الله أمام التاريخ أمام أجيالنا أن نسعى أن نبادر أن نعمل من أجل إفشال هذا المخطط الشيطاني أدعو إلى أن يتم تكوين تحالف يسمى التحالف الدولي ضد التطبيع ضد صفقة القرن نحتاج أنه نرى بأنه مقدراتنا وإمكاناتنا وفعالينهم كثر فقط نجمعهم ونجعل برنامج عمل لا لبيع القضية الفلسطينية لا لبيع المقدسات لا لإجلال الكرامة العربية نحن إن شاء الله لها رجالها أمام الله نحن مسؤولون فتعالوا معا نعمل سواء في العلن أو تحت الأرض من أجل إفشال هذا العمل الشيطاني الخبيث والخائن